الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى هذا الغلوب بل من تمام محبة النبي عزة السلام واتباعه والإيمان به أن تمتثل أمره الذين هانا أن نغلو فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما نعبد فقل عبد الله ورسوله كنت محبا للرسول صلى الله عليه وسلم مطيعا له ومتبعا له فلا تغلو فيه هو نهاك عن الغلوب قل عبد الله ورسوله وعبد الله ورسوله هذا أعظم أعظم ما يوصف بها يصل التساب أنه عبد الله ورسوله حتى أن الله عزل لما ذكره في مقامات عظيمة ذكره بهذا الوصفص العبودية قال السبحان الذي أسرى بعبده شو بالإسراء قال بعبده وفي المعرات قال فأوحى إلى عبده ما أوحى وفي إنزال الكتاب قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ونمجعله عواجه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده في التحدي قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في الدعوة لله قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل عبد الله ورسوله فمن محبة الرسول عز وجل من اتباعه من الإمام به ألا تغلو فيه وقد آتاه الله من الفضاء الشيء عظيما ما يحتاج هذا الغل قال جل وعلا ورفعنا لك ذكرك فما أن يشهد مؤذن أو مقيم للصلاة بلا إله لله إلا وشهد أنه محمد رسول الله قال جل وعلا إن الله ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا على يسلموا تسليم وهو صاحب مقام المحمود صاحب الشفاع العظمى يوم القيامة هو أول من يدخل الجنة يشفع لأهل الجنة يدخل الجنة هو رسول رب العالمين آتاه الله الإسراء والمعراج وأنزعي القرآن أعظم الكتب كتاب المجيد قاف القرآن المجيد تخذه الله خليلا شهد له شهادة عظيما فقال وإنك لعلى خلق عظيم حتى قيل ما امتدح الله نبيه بأعظم من هذا لما قال وإنك لعلى خلق عظيم خلق وعظيم وأعظم الأخلاق أيش يخوان التوحيد فهي تزكيها عظيمة من الله عز للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فبعد هذا الشيء العظيم الذي ورد في فضائله ما يحتاج إليك تغلو فيه بل هو عليه الصلاة والسلام لا يرضى بهذا رجل قال ما شاء الله واشئت يا رسول الله هل قبل منه ذلك قبل منه ذلك لا ما قبل منه قال جعلتني الله ندن قل ما شاء الله وحدا قل ما شاء الله وحدا ليس من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام أن تحلف به لو أدركك النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعك تحلف به لا أنكر عليك كما أنكر على غيرك بل بعض الصحابة قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرهم وخيرهم وخيرا أنكر عليهم قال قولوا بقولكم أو بعضكم بكم فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى هذا الغلو وإنما تمام محبة من تمام محبة ومتابعته والإمام به أن لا تغلو فيك ما هو أمرك بذلك واضح وإنما ننزله منزلته التي أنزل الله عزيز إياه وهي منزلة عظيمة منزلة عظيمة ما يحتاج إلى أن تغلو فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد لله عبد ورسول عبد لا يعبد ورسول لا يكذب يصدق ويوقر ويحب ويتبع ما يكذب ولا يهان ولا يساء إلى أزواجه ولا إلى أصحابه ولا إلى سنته ولا ينادى كنداء بعض الناس لبعض ما يقال يا محمد يا محمد لا قال يا رسول الله يا نبي الله ولا يرفع الصوت عنده ولا يتقدم من يديه وطاعته من طاعة الله ومعصيته من عصيت الله من يطع رسول فقد أطاع الله ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلال مبينة هذا كافي يعني يكفي كل مسلم يحب أن يعظم الرجل والسلام وأن يمداحه وأن يؤقره أن يأتي بما شرع بما كتب الله له بما أكرم الله به لا أداعي لأن يغلى به ويعبد من دون الله أو يدعى من دون الله أو يحلف به أو يقال أنه له في منصفات رب العالمين أو يفعل ما يشاء لا لا هذا كله مخالف لأول مخالف للكتاب والسنة نعم تفضل تفضل